نفذت بلدية إربد الكبرى بدعم من شرطة المحافظة حملة لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة في الأسواق التجارية وذلك لإنهاء ظاهرة الاعتداء على الأرصفة والشوارع أيضا المفتش العام لبلدية إربد الكبرى أكد أن الحملة ستستمر بشكل أسبوعي لإزالة اللوحات الإعلانية المنتشرة عشوائيا والتي قد تشكل خطرا على المواطنين داعيا أصحاب اللوحات المخالفة إلى إزالتها طوعيا حتى لا تضطر البلدية بتنصيق مع الأجهزة الأمنية إلى إزالتها الأمر الذي قد يعرضها للضرر أو الإتلاف أو المصادرة هذه الحملات هدف منها هي إزالة العواق الموجودة في الأرصفة والشوارع العامة والجزر الوسطية طبعا على الأغلب 90% من ما يتم إزالته هي قارمات بالشكل خطر على السلام العامة وعلى سلامة المواطنين المرين في هذه الأرصفة أو في هذه الجزر الوسطية بلدية إربد طبعا عندها برنامج شامل لهذه الملاحظات وردنا العديد من الشكاولة الأمانة يعني احنا منتعاون مع كل بموجب كوادر بلدية إربد طبعا عندنا جاهزية عالية لهذا الموضوع كل آليات البلدية على التعاون كامل في إزالة المخالفات من ساعة الشارع والأرصفة